هذه أبرز العنوين الوزد الرياضي يسقع بميدانه أمام اتحاد طانجة بثنائية ويؤكد دخوله في أزمة نتائج عميقة برشلون الإسبانية يطالب التعاقد مع نجم المنتخب الوطني المغربي في الميركاتو صيف المقبل حكيم زياش يصف أخبارا صار لوليد الرجراجي قبل الإعلان عن لائحة الأسود باستعاد رسمية مع نادي غلط صراي التركية تألق صفين رحيمي يزيد من الضغوط على وليد الرجراجي قبل حصر لائحة المنتخب المغربية انهزم فريق الوزد الرياضي يوم أمس التولجاء أمام ضيفه نادي اتحاد طانجة بهدفين دون رد لحساب الجولة الواحدة والعشرون من البطولة الإحشرافية على أرضية الملعب برشيد بالمحمدية وفريق الضيف لم يمهل الويداد كثيرا حتى افتتح التسجيل في حدود الدقيقة الحادي عشر عن طريق اللعب السنغالي حاجيكاني ليضيف بعضه بدقيقتين المهاجم إسماعي الخافي الهدف الثاني لينطلق الفريق الأحمر في رحلة البحث عن هدف التقليص الفريق لكن بدون جدوى ومع الشوضى التاني لم يختلف عن سابقه حيث ظل الويداد يبحث عن هدفه للعودة في اللقاء لكن كل خيارات التكتكية للتونسي فوز البنزرتي لم تقدم الإضافة وبهذه النتيجة تجمد راسيد الويداد الرياضي عند حدود الدقيقة الثلاثة والثلاثون في صف الخميس فيما تنفس ممتل مدينة البوغازا الصعداء حيث قفز من المركز الخميس عشر إلى الحادي عشر برسيدة 24 نقطة ذكرت التقارير الإعلامي الإسبانية أن فريق برشلون الإسباني يفكر في سعادة اللعب المغربية شادي رياض من ريال بيتيس الإسبانية وحسب صحيفة سبورا الإسبانية فإن عدارة النادي الكتالوني تفكر في إنهاء إعارة شادي رياض لنادي بيتيس واستعادته خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة حيث وفادت المصادر ذاتها أن المدير الريادي لبرشلون البرتغالية ديغو يدرس إمكانية عادة اللعب المغربي شادي رياض لصفوف الفريق الكتالونية من أجل تعزيز خط دفاع الفريق خاصة بعد تألقيه في الفترة الماضية مع ناديه ريال بيتيس وخذ النجم المغربي شادي رياض هذا الموسم مع نادي ريال بيتيس في الدولة الإسبانية 17 مباراة ونالت ثناء والإيشادة من المسؤولية الفريقة كما تم استدعاءه للمتخب المغربي الأول في نهاية كاسيوموم إفريقيا التي احتضنتها الكوديفورا مطلع السنة الجهرية وانتقال شادي رياض لريال بيتيس خلال المركات الصيف الماضي قادما من برشلون على سبيل الإعارة لموسم واحد مع أحقية الشراء كشفت التقارير الإعلامية التركية عن الطقم التقني لنادي غلط الصراية التركية قرر الاعتماد على الدولي المغربي حاكم زياش أساسيا في مباراة فريق الأحد المقبل أمام نادي قاسان باشا لحساب الجولة الثلاثون من منافسات الدولي التركي الممتازة وحسب صحيفة ميلتي فإن مدرب غلط صراي أوكامبروكا قرر إشراك حاكم زياش رسميا في المباراة المقبلة بعدما قدم أداء متمعيزا في اللقاء عودته من الإصابة أمام ماريس بورس حيث شارك في الربع الساعة الأخيرة من المواجهة التي انتهت لصالح الفريق بسداسية مقابل هدفين وعاش حاكم زياش أوقات صعبة مع ناديه خلال الأسابيع الماضية بسبب تكرر الإصابات التي لحقت به منذ التحاق بالفريق التركي آخرها مع المتغب المغربي في نهاية كاسي أمم إفريقيا بالكوتيفورا وشارك حاكم زياش في 15 مباراة مع ناديه غلط الصراية التركية خلال الموسم الجري سجل خلالها أربعة أهداف مع مساهمته بتمريرتين حاسمتين يواصل اللعب الدولي المغربي صفين رحمي عرضه المبهرة مع ناديه العين الإماراتي سوء في الدول المحلي أو في منافسات دوري أبطالي أسيا حيث تعلق اللعب بشكل لافت أمام أصدقاء رونالدو في المباراتي الذهاب والإيابة ربع نهائي المنافسة القرية بتسجيله ثلاثة أهداف ونجحه في المرحلة الركلات الترجيح الأمر الذي جعل الجماهير المغربية في حال الشبه إجمعها على ضرورة المنادات عليه لتعزيز صفوف المنتخبة المغربية في أقرب فرصة ودعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تعليقات ومنشورات النخبة الوطنية وليد الرجراجي الاستدعاء صفين رحمي لللائحة والديتي ماري السرجالي ومنحه الفرصة للدفاع عن حضوضه في الحجز مكان له ضمن كتيبة الأسود كغيره من اللاعبين الذي أتيحت لهم الفرصة في غير ما مر مع المنتخب المغربي دون تقديم المستوى المنتظر منهما ويعتبرت الفئات ذاته أن النسخة الحالية من رحمي تستحق فرصة مع المنتخب المغربي خصوصا وأن اللاعب أبانى عن تحرره من الضغط المباريات الكبرى ومن عقد مواجهة النجوم الكبار بعد تقديمه مبارتين مرجعاثين في مشواره أمام النصر في دور أبطال أسيا فضل عن تجربة كبيرة التي يتوفر عليها اللاعب في المنافسات الإفريقية بعدما كان حاسما فيها معانده السابق الرجاء الريدي وهو التفصيل الذي يفتارق له اللاعب المغنبي الممارسون في أوروبا أو المنتقلون منها إلى الخليج حديثا وحصل سوفيان رحمي على علام الثمانية فاصلة ثلاثة في مباراته أمام النصر برسم إياب ربع نهائي كدور أبطال أسيا كعلى تنقيط في المبارات بتساوي مع البرتغالي كريسيانو رونالدو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة